السيادي وتنسيقية الحرية والتغيير يؤكدان العفل على احتواء تداعيات أحداث تلودي ومعالجة أسبابها سلفا كير يبارك نتائج مباحثات الآلية المشتركة ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في الخرطوم وجبة عبد الحي يوسف يقول إن الحكومة الجديدة أتت لهدم الدين وإثارة الفتن ولم تفلح في معالجة أزمات الناس المشاهدون الكرام في كل مكان أهلا بكم في هذه النشرة وإليكم التفاصيل أكد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة شهيد قصاي حمدو بحي جبرة بالخرطوم أكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجنى لزين أزهق أرواح الأبرياء وشهداء ثورة ديسمبر وتقديمهم للمحاكمة العادلة وأصدر رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك خلال زيارته قرارا بأيلولة أحد المقرات بحي جبرة التي كان يستخدمها النظام البائد في قمع الشباب والمواطنين وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في كافة الأنشطة الثقافية والفكرية وقدم حمدوك برفقة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس واجب العزاء لأسرة شهيد قصاي حمدو وكان في استقباله بجانب أسرة شهيد وفد من لجان المقاومة بالحي وصل إلى الخرطوم أمس الجمعة وليد عبدالرحمن الطالب السوداني الذي اعتقلته السلطات المصرية مؤخرا وقد استقبل الطائب العائد العشرات في مطار الخرطوم إلى جانب أفراد أسرته وكانت الخارجية السودانية قد استدعت الأحد الماضي سفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية اعتقال الطالب وكانت أسرة وليد فجأت بظهور ابنها في برنامج الإعلامي المصري عمر أديب بقناة MBC مصر وهو يتحدث عن القبض عليه في أثناء ذهابه إلى ميدان التحرير بالتزامن مع المظاهرات التي اندلعت في عدد من المناطق ضد النظام المصري تشهد منطقة تلادي هدوءا مشوبا بحاذر بعد يوم دامي والذي سقط فيه عدد من الضحايا من بين قتيل وجريح وذلك جراء أحداث أدت إلى حرق ممتلكات ومقار شركات تعمل في مجال التعدين وتستخدم بحسب المواطنين مادة السيانيد والزابق وقال مصدر لقناة طيبة من منطقة تلادي عن اكتشاف المواطنين مصنعا للتنقيب عن الذهب تابع لأحدى الشركات موجود في الخلاء بجانب ضبط سيارة محملة بمادة السيانيد المحرمة كانت تحاول الهروب من تلادي هذا وعقد مشلس السيادة الانتقالي اجتماعا تشاوريا مشتركا بين تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري ناقش تطورات الاحداث التي شهدتها منطقة تلادي بولاية جنوب كردفان وتبادل الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الاحداث والبعلومات المتوفرة بشأنها وتحدد المسئوليات كما اكد الناتق الرسمي باسم منسقية قوى الحرية والتغيير واجد صالح في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان مسئولية قوى الحرية والتغيير والاجهزة الامنية والحكومة تجاه احداث منطقة تلادي مسئولية واحدة مشتركة وان الجميع يعمل حاليا لاحتواء تداعيات هذه الاحداث ومعالجة اسبابها مؤكدا وجود لجنة بالمنطقة تعمل على تقصي الحقائق حول الاحداث في الوقت الراهن وقال انهم يتابعون الاحداث عن كثب واكد انه ستتم معالجة كل القضايا المتعلقة بالبيئة والتعدين والمسائل الامنية والتفلتات في اطار الحم المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى اعلان الحرية والتغيير اليوم لمناغشة تطورات الاحداث في تلودي وفي هذه اللحظات وباسم قوى اعلان حرية والتغيير والمجتمعين اليوم داخل مجلس السيادة نطرحهم على ارواح الشهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى عاجل الشفاء للجرحة تناقشنا حول هذه الاحداث المؤسفة وتم التشاور فيما بيننا وتبادلنا المعلومات ثم حددنا المسئوليات التي تقع على عاتق كل منا نؤكد تماما ان المسئولية في قوى اعلان حرية والتغيير ومسئولية الاجهزة الامنية والحكومة هي مسئولية واحدة كلنا الان نهدف الى معالجة كل قضايا المواطنين والانتغال ببلادنا انتغالا سلميا من مرحلة التسلط الى مرحلة التحول الديمقراطي ومعالجة كل الازمات فيما يتعلق بسلمية هذه السورة وكان مجلس السيادة قد اصدر بيانا حول تدعيات الاحداث في منطقة تلودي والتي تطورت الخميس الماضي بصورة دموية خطيرة اثر هجوم من قبل المواطنين على مقر شركات التنقيب عن الذهب وقتل افراد من جهاز الامن وحرق ممتلكات عدد من الشركات المستخدمة لمادة السيانيد والزيبق تعرضت شركات ابرسي والجينيد والصلط العاملة في مجال التعدين بمحلية تلودي بولاية جنوب كردوفان لهجوم غاشم من مجموعات تخريب مسلحة حيث بدأت الاحداث بمسيرة احتجاج امام قيادة اللواء 56 مشاه طالبت المسيرة بوقف التعدين واغلاق الشركات العاملة بحجة انها تستخدم مواد تضرق صحة المواطنين ثم توجهت الحشود الى مغر الشركات وغامت بحرقها وتدميرها تدميرا كاملا الاخوة الكرام لقد بلغت خسائر شركة الجينيد الكائنة بمنطقة مريضان حرق مصنعين بالكامل وثلاثة بوكلين وثلاثة سيارات وواحد جريدر مع حرق مخزون لعام كامل من مواد التصنيع على غير ما توقعت الحكومة السودانية حسمت الادارة الامريكية الجدل حول حذف اسم السودان من قائمة الدول الرعاية بالارهاب بكلمات صريحة في مؤتمر صحفي على لسان مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الافريقية تيبور ناجي وقال فيها ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للارهاب قرارا اداريا بل عملية قانونية غير معلومة الاجل وقبله نفى مسؤول امريكي تقديم وعد لرئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك برفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للارهاب وكان ذلك ردا على تصريحات من الاخير في حوار مع قناة بي بي سي العربية خلال زيارته مقرى الامام المتحدة قال فيها تلقينا وعدا صادقا من المسؤولين الامريكيين برفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للارهاب وحسب مصدر وثيق الصلة فان القائم بالاعمال الامريكية السابق بالخرطوم اكد في لقاء بمناسبة وداعه الشهر الماضي ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للارهاب غير وارد في الوقت الراهن جاءت تصريحات مساعد وزير الخارجي الامريكي الاسشئون الافريقية تايبور ناجي خلال حديثه عن ملف الارهاب في السودان جاءت مخيبة للامال في ظل تطلعات حكومة حمدوك لخلق علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة الامريكية وقال تايبور ان مسألة الارهاب مسألة متشابكة ولا يمكن اتخاذه على انفراد دون اخذ رأي المؤسسات المزيد في التقرير التالي نتابع هل خيبت الادارة الامريكية امال السودانيين وتطلعاتهم برفع اسم بلادهم من قائمة الدول الرعية للارهاب ام هو سخف من التطلعات العاطفية بعيدا عن منطق مسارات الادارة الاستراتيجية في المنطقة ولكي تدري كذلك مهم ان تعرف كيف تفكر الادارة الامريكية حيال الدول وكيف تصنع قراراتها وما هي دلالاتها فاهداف الادارة التي تحقق مصالحها الوطنية واحدة اينما كانت بقض النظر عن الدول او حكوماتها او مواطنيها وما تفوه به مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية تيبور ناجي من حديث عن ملف الارهاب في السودان حديث اصاب بعضا من الناس بالدوار ربما لان تطلعاتهم للخطوة كانت كبيرة خاصة بعد الثورة السودانية ترى الى اين تصير الامر ربما ستخفف من بعض مواقفها تجاه الحكومة بعد التغييرات التي حدست ولكنها لن تمضي في اتجاه رفع كامل العقوبات بسبب قضية الارهاب هذه لان الادارة الامريكية دائما ما توظف مثل هذه القضايا كعصى ترفعها لتحقيق مصالحها الى جانب عدد من الجزرات ترفعها ايضا لتحقيق ذات المصالح تيباب ناجي قال ان الامر ليس بمجرد قرار يتم اصداره كلا ولكنها عملية اجرائية معقدة فهي سلسلة من الترتيبات المنطقية شديدة الارتباط والصلة تهتم بالوقت وتعتمد على القوانين وتتحرق بجملة من الاحداث والمتقيرات داخلية وخارجية وبهذه القراءة فهي مؤشرات تشير الى ان تخوف الادارة الامريكية ما زال قائما في السودان الى ان تثبت الحكومة الانتقالية ومؤسساتها عقس ذلك في عدد من الملفات كالسلام وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وتكملة عمليات التغيير بما يتفق والسياسة الامريكية وإلا فان الامر سيان عند هذه الادارة الادارة الامريكية بالتأكيد في جعبتها الكثير من المطلوبات التي تتوقع من الحكومة السودانية في الفترة الانتقالية تحصل عليها كما ان هذه الفترة ترتبط بالفترة المستغرة او فترة النظام المنتخب ما بعض الدمغراطي ففي الغالب انه خلال الفترة الانتقالية غد لا تلجأ الولايات المتحدة للرفع الكامل للعقوبات غد يكون هناك نوع من التغييد والتسهيلات حتى تضمن الولايات المتحدة استغرار نظام دمغراطي يلبي المطلوبات الامريكية تقارير ومتابعات لهيئات دولية وإقليمية أشارت إلى أن السودان قد التزم بمعظم ما طلب منه من خطوات ليتم رفع اسمه من هذه القائمة السوداء التي عطلت كثيرا من مصالحه الاقتصادية ممن عكس سلبا على عدد من العمليات الإنسانية شوهت حياة الناس في السودان لكن ناجي شدد على أهمية أن يتحول السودان إلى دولة تدعم الاستغرار في المنطقة خطوة تلقي العبء ثقيلا على عاتق الحكومة الانتقالية فالاستغرار يأتي بالتنمية والتنمية تحتاج إلى سلام والسلام لا بد له من إرادة رمضان عبدالقادر لقناة طيبة الخلطوم اختتم رئيس الأركان المشترك المكلف الفريق أو الركن محمد عثمان الحسين زيارته إلى العاصمة جوبا بلقاء رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت حيث أمن الاجتماع على مسار تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان وقال الحسين في تصريحات صحفية عقب لقائه سلفا كير إن دولة جنوب السودان إن رئيس دولة جنوب السودان بارك ما تم تواصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة وأمن على مسار تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب تأكيداته على ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان يذكر أن الحسين التقى سلفا كير في سياق مشاركته في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة والتي استضافتها جوبا يومي الأربعاء والخميس الماضيين قالت داعي عبد الحيوسف إمام مسجد خاتم المرسلين في خطبة الجمعة أمس إن الحكومة الجديدة لم تفلح في معالجة أزمات الناس والتي خرج من أجلها المواطنون للشوارع مطالبين بتحقيق وإصلاح الاقتصاد المنهار مشيرا إلى أنها تولت أمر البلاد في غفلة من الزمان وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين وأضف عبد الحي أن هذه الحكومة الجديدة لم تفلح حتى اللحظة إلا في إثارة الفتن وشغل الناس بالفارغ بدعوة اليهود والمذاهب الأربعة وثقافة الخمر ودور السيدات واتهم عبد الحي جهات تعمل على تطبيق العلمانية في السودان وذلك بترويج الباطل على الناس باستبغة التنوع الديني بالبلاد حتى لا تكون شريعة الإسلام هي الحاكم وها هنا أيها الإخوة الكرام أبين جملة من الأحكام ولست معنيا ببيانها لتلك التي اختاروها وزيرة للشباب والرياضة فهذه لا تؤمن بالذي نؤمن به وإنما هي تابعة لرجل مقبور مرتد مغرور زعم أنه صاحب الرسالة الثانية أنكر الصلاة ذات الحركات المعروفة والزكاة ذات المقادير المعلومة وزعم أنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد حتى حكم علماء الإسلام في الداخل والخارج بأن هذا الرجل زنديق مرتد وقد أعدم جزاء ردته قبل نحو من خمس وثلاثين سنة سنة خمسة وثمانين أعدم ذلك الرجل هذه المرأة التي تتولى وزارة الشباب والرياضة امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور ولذلك لا تؤمن بالذي نؤمن به وإنما أبين هذه الأحكام لمعاشر المسلمين والمسلمات اعلموا أولا أيها المسلمون عباد الله أن دين الإسلام يحثنا على تقوية أجسادنا وصحة أبداننا بممارسة الرياضات النافعة وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ناقش الاجتماع المشترك بين وزير الصحة الاتحادي دكتور أكرم علي التوم وولاة ولايات شمالي وغرب وجنوب كردفان ناقش بعض القضايا الصحية التي تهم الولايات الثلاثة والمشاكل ذات الصلاة بالقطاع الصحي والمتمثلة في نقص الكوادر وعدم توفير الأجهزة والمعدات الطبية واتفق الوزير مع الولاء خلال الاجتماع على إعداد تصور متكامل لكافة احتياجات الولايات لفترة الثلاثة أشهر المقبلة وذلك مناديا بالاهتمام بالمراكز الصحية تخفيضا للضغط على المستشفيات كما نوه الاجتماع إلى أهمية زيادة الميزانيات المخصصة للصحة في ميزانية العام القادم قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالسودان أن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان وكشف أن الشركاء في المجال الإنساني طوروا خطة لمواجهة المرض للأشهر الثلاثة القادمة وأشار أتشا في بيان له أن استقرار أو أشار إلى استقرار حالات ارتفاع عدد حالات الكوريرا المشتبه بها حيث تم الإبلاغ عن 226 حالة بما في ذلك ثماني حالات وفا في ولايتين ليل الأزرق وسنار موضحة أن وزارة الصحة التحادية طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص بلقاح الكوليرا في المناطق الشديدة الخطورة في ولايتين ليل الأزرق وسنار كشف السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى عن وصول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية للخرطوم خلال الأيام القادمة مبينا أن الجسر الجوي البصري يحمل عدد من المساعدات على رأسها مواد الإيواء والأدوية البشرية وقال عيسى في تصريح سحفي أن الحكومة البصرية ستواصل دعمها للسودان وستقف معه في كافة المحافل مؤكدا دعم القاهرة للخرطوم من أجل تحقيق السلام واستدامة التنمية والمساهمة في عودة السودان واندماجه في المجتمع الدولي في أقرب وقت ممكن وأكد عيسى أن موقف القاهرة ثابت تجاه الخرطوم وأن مصر تعطي قضايا السودان أولوية من خلال الدعم اللازم لاستكمال مشروعاته الدولية والإقليمية نشرة الأخبار متواصلة معكم متابعين وفيها بعض الفاصل مصر تطالب بدخول طرف الرابع كوسيط في مباحثات صد النهضة أهلا بكم مجددا متابعنا والآن ننتقل إلى جولة في آخر الأخبار الاقتصادية كشفت مصادر الاسكاي نيوز عربية أن مصر طالبت بدخول طرف دولي رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن صد النهضة وتأتي هذه الدعوة المصرية بعد بيان للبيت الأبيض دعت فيه الولايات المتحدة الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة نية لتواصل الاتفاق المستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار وجاء هذا التطور في وقت بدأ فيه وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعات في الخرطوم لمناقشة قواعد تشغيل صد النهضة وملء بحيراته بالمياه وتوقيتهما ويأتي الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات والتي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف كشف وزير المالية والتخطط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي عن سياسات الوزارة التي تهدف إلى الدمج الاقتصاد السوداني في المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي وأضاف البدوي لدى مخاطبته ختام مؤتمر أصحاب المصلحة بالسودان أن سياسة وزارة تعتمد على خطط محكمة تهدف إلى يعادة الحياة للاقتصاد السوداني مشيرا إلى أهمية دعم وإحلال السلام بالبلاد وقد استعرض المؤتمر الكثير من القضايا الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في السودان أعلنت وزارة الزراعة عن ترتيبات لزراعة أكثر من 850 ألف فدان قمح بالموسم الشتوي مؤكدا توفير مدخلات الإنتاج والوقود لإنجاح الموسم الزراعي كما قال وكيل وزارة الزراعة المهندس بابكر عثمان في تصريح صحفي أن التحضيرات الجيدة للموسم الصيفي واستخدام التقانات الحديثة سهم في إنجاح الزراعة المطرية والمروية بجميع ولايات السودان مبينا أن منتصف أكتوبر الجاري سيشهد بداية الحصاد بالمشاريع القومية متوقعا إنتاج 10 قنطار للفدان الواحد بزيادة تفوق 20% عن إنتاج الموسم السابق ووضح عثمان أن وقاية النباتات سهمت في السيطرة على مختلف الآفات الزراعية التي ظهرت ببعض المناطق الزراعية الآن ننتقل بكم متابعين إلى جولة في الأخبار الرياضية موسيقى ستكون ملاعب كل من شندي مروي وعطبرة عصر ومساء اليوم السبت مسرحا لمباريات ساخنة ضمن المرحلة الخامسة من المنافسة أبرزها مواجهة الأهل والفلاح بمدينة عطبرة ويستضيف أهل شندي بملعبه نطيره هلال الأبيض في مواجهة قوية ومثيرة تأتي في إطار البحث عن النقاط وتحسين المراكز في روليت الدور الممتاز ويمتلك الفريق الشهير بالأرسنال في جعبته سبع نقاط منحته احتلال المركز الثاني بعد خوضه لثلاث مواجهات كما خاض أهل شندي ثلاث جولات فاز على حي الوادي نيالا بهدفين دون رد والشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تعادل بهدفين لكل في مباراته أمام مريخ الفاشر دفع نادي الهلال باستيناف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد عقوبة لعبه نزر حامد الذي طرد في مباراة الذهاب أمام إنليمبا في نيجيريا بغرض إلغاء العقوبة ويأمل الأزرق في مشاركة لعبه نزر حامد في أولى مباريات دور المجموعات حيث أنه سيتوقف لمبارتين بحسب قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه لمبارتين هذا ويتظر الهلال قرعة دور 16 للمجموعات يوم الأربعاء القادم حيث وضعه الاتحاد الأفريقي في التصنيف الثالث رفض رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد الاستقالة الجماعية التي دفع بها أعضاء مجلس إدارة الخرطوم الوطني وتفقى رئيس اتحاد الكرة مع إدارة الخرطوم الوطني على الاستمرار في إدارة النادي حتى نهاية الدورة الثانية للممتاز على أن تقام الجماعية العمومية للنادي تختار مجلس إدارة جديد يذكر أن الخرطوم الوطني وهلال الفاشر سيلتقيان غدا ببلعب الأخير انتهت النشرة نعود ونذكر بأهم العنوين السياد وتنسيقية الحرية والتغيير يؤكدان العمل على احتواء تدعيات أحداث تلودي ومعالجة أسبابها سيلفا كير يبارك نتائج مباحثات الآليات المشتركة ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في الخرطوم وجبا عبد الحي يوسف يقول لأن الحكومة الجديدة أتت لهدم الدين وإثارة الفتن ولم تفلح في معالجة أزمات الناس انتهت النشرة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة